التوظيف هي كلمة ناس كتير بتقولها بس الشخص اللي بيدور على وظيفة حقيقية من وجهة نظري هو لازم يبقى عنده يعني هياخد من كلام سيدنا نام بيوليوس دلوقتي انه لازم يتوفر فيه تلات حاجات مش هما دول بس حاجات مختلفة سهم تلاتة برضو اول حاجة يبقى عنده الرغبة تاني حاجة يبقى عنده القدرة يبقى عنده الرغبة والقدرة وبيدور فعلا على فرصة فيه ناس كتير ممكن نقابلهم يبقى اول ملاقي اعلان كده يقول ايه 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 حلو ده بس بعد شوية يصاب بالتلات حاجات دول ايه ما يبقى متردد ايه ما يبقى خايف ايه ما يبقى شايف ان دي وظيفة مش مناسبة بالنسبة له التوظيف من وجهة نظري او يعني ودي واحدة من المفاهيم الاساسية جدا ان حتى الكنيسة بتحاول تساعد والاسقفية في الموضوع ده انه اول حاجة هي نظرة للمستقبل ازاي الناس تقدر تحدد بالزبط هي عاوزة توصل لحد فين توصل لحد فين يعني كارير وظيفي يعني مستقبل انا عاوز اكبر فيه فبدور في الحاجات دي وهو ده اللي احنا بنحاول نساعده بنحاول نخلي الاسقفية تعمله الفترة اللي جاية انه ما بندخلش الناس وبيدي له كل الوظائف اللي موجودة وقل له ما تيجي تناقي هتلاقي نايما الناس تبقى قلقانة ومش عارفة او اختار دي ولا دي انما البداية دايما بتبدأ من الناس من الشباب لازم نبقى عارفين كواس قوي هو انا عاوز اعمل ايه وانا عاوز اشتغل في ايه مش لازم الوظيفة بالزبط انما مهم جدا انا بقى عارف القطاع ده او انا عاوز اشتغل فيه هذه السكة في الوقت ده احنا نقدر نساعده بفرصة واثنين وثلاثة وكتير جدا فيه فرص كتير جدا على فكرة موجودة في السوق وفي نفس الوقت فيه ناس برضو كتير بيدورو والاثنين دايما مش متقابلين يعني هتلاقي فيه ناس كتير قوي اعلانات طوله النهار تنزل والشباب يقولك دي اعلانات بس كده والناس بتنزل اعلانات وخلاص بس هي الحقيقة انه اصحاب الشركات والوظايف واله ار بيدوروا فعلا وفي نفس الوقت الشباب برضو بيدوروا والاثنين مش عارفين يتقابلوا الدور الحقيقي اللي احنا هنعمله في الاسقفية احنا ازاي نخلي الناس دي تعرف تقابل بعض كويس وكل واحد كشاب يختار الوظيفة المناسبة لي وفي نفس الوقت انا كشركة ابقى راضي جدا عن الشخص اللي جالي ده عشان يشغل هذه الوظيفة عشان كده مش مهم انك تلاقي وظيفة بسرعة وتقعد فيها انما المهم انك تستمر في الوظيفة دي يمكن احنا بالفترة اللي فاتت ومع الانبيوليوس كنا قاعدين وماتفقين انه الشخص اللي مش هيستمر في وظيفته لمدة طويلة جدا ست شهور واكتر احنا نفسنا مش نبقى راضيين هنحس انه ده انا وديتك بس كده وانت مش هي التاني انما لازم تختار وظيفة مناسبة وتقعد فيها لفترة طويلة جدا فتحس انهو ده ايواء هو ده الكرير بتاعي اللي انا بدورها لي موسيقى